اخبار اليوم وتطور دورها في اعداد وتأهيل اجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا وتأهيل الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف افرع العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعقب اعلان نتيجة التخرج قام مدير ادارة شؤون ضباط القوات المسلحة باعلان قرار منح الانواط لاوائل الخرجين صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى القوات المسلحة على منح اوائل الدارسين بالدورة 39 حرب عليا والدورة 45 دفاع وطني من مصر والدول العربية والصديقة نوت الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لادائهم واجباتهم بتفاني واخلاص اثناء دراستهم بالاكاديمية وقام القائد العام بتقليد اوائل الخرجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوت الواجب العسكري من الطبقة الثانية وتكريم اوائل المدنيين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في اداء مهامهم خلال دراستهم بالاكاديمية والقى اقدم الدارسين المصريين كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للمستشارين واعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية لما قدموه من علوم ومعارف وخبرات تعينهم على اداء المهام المكلفين بها لخدمة الوطن وصون مقدساته والقى اقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر خلالها عن فخر واعتزاز الدارسين بانضمامهم لهذا الصرح العلمي الذي يخظى بمكانة رائدة اقليميا ودوليا ثم قام عدد من الدارسين المصريين والوافدين كذالدارسين المدنيين باهداء درع الخريجين للسيد القائد العام والذي يضم شعار الاكاديمية واسماء واعلام الدول المشاركة في الدورات وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق اول صدقي صبحي تهنئة السيد رئيس الجمهورية للخريجين بعد ان اتم دراستهم بالاكاديمية التي كان انشاؤها في خمسينيات القرن الماضي ضرورة وطنية وقومية لاعداد وتأهيل قادة القوات المسلحة لمصر والدول العربية الشقيقة والافريقية والاسيوية الصديقة والدارسين من القطاع المدني لتولي الوظائف القيادية في كافة مناصب الحياة العسكرية والمدنية لقد تخرج من هذه الاكاديمية على امتدات تاريخها رجال حملوا الامانة بكل الصدق والاخلاص وسجلوا في تاريخنا الوطني والعسكري بطولات وانتصارات تحفظها ذاكرة هذا التاريخ بكل الفخر والاعتزاز وأسهموا في صنع تاريخ هذا الوطن المفدى وأكدوا بعطائهم لوطنهم وتضحياتهم أن قوات مصر المسلحة هي ركيزة القيم والمبادئ السامية لمعاني الوطنية والشرف والفداء وإنكار الذات وأهنوا الخيرجين من رجال القوات المسلحة المصرية وأنقلوا لكم جميعا تحياتي وتهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لكم وتمنياته لكم بالتوفيق والسدات في خدمة الوطن المفدى بعطائكم وتضحياتكم وسعيكم الدائم إلى العلم والمعرفة وبناء الذات وتفقد القائد العام مع رضل الأنشطة التدريبية والبحوث التي نفذها الدارسون أثناء دراستهم بالأكاديمية حضر مراسم الاحتفال الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسيد عمر موسى وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية وعدد من رؤساء الجامعات وقدامى مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا ترجمة نانسي قنقر